الزمالك عايز يجيب رمضان صبحي ايوا اللي واقف عالكورة ده وكانوا بيشتموه وكانوا كمان بيهاجموه وعملين تيشرتات عليها صورة حازم امام وهو المفروض بيضربو عشان عايز بعد ما واقف عالكورة بدل المرة اتنين الغريب ان هم عايزين يجيبوه ويدو بيرامدز الجوهرة اوباما وفتوح حلقة جديدة من المشجع هنتكلم فيها عن دنيا الملاهي او دنيا الدحك على الجماهير والاعلام اللي بيساعد اولا مش عايزين ننسى نبارك لجماهير نادي الزمالك على مطش السلة النهاردة وخروجهم من بطولة افرقيا على ايد الفريق الاتحاد المونستيري وطبعا برضو مش عايزين ننسى ان احنا نقول لهم مبروك على انتهاء موسم الصلاة اللي المفروض ان هو الزمالك قدر يكسب فيه خمس بطولات والاهلي قدر يكسب فيه ست بطولات بالرغم ان الزمالك كان عامل فيه ميزانية مفتوحة لأحمد امير انه يصرف زي ما هم عايز عشان يقدروا يسيطروا عليه فالحمد لله ربنا قرمهم وقدروا يكسبوا خمس بطولات وقدر الاهلي اللي هم كانوا صرفين اقدر اقول لك اضعاف اضعاف اضعافوا في كرة الصلاة عشان يعوضوا وفشلهم في القدم يبقى محقق ست بطولات ويبوز عليهم من الموسم اللي هم اصلا بسببه مش هيبقوا عارفين يجيبوا فلوس من اين بعد جدا ولكن مش دي مشكلتنا او مش دي قصتنا دي مباركة بسيطة على فشل من مجمل الفشل اللي بيحصل بص بقى سيدي رمضان صبحي اللي وقف عالقورة ده زي ما قلتلك جماهيري الزمالك حاليا شايف ان دي الصفقة الاهم وان دي الصفقة للوجات مع وجود زيزو هنقصر الدنيا وهنغلب اي حد هتقول لي يعني هم على اساس ان زيزو هو موجود دلوقتي هم انقصرين دنيا بكسبه اي حد هنقول لك لا ما هم قايلين ان يعني هم نقصوا رمضان ولكن يا سيدي بقى بدل ما يقولوا ان احنا هنبدلوا وهنديهم مسلا بنشرقي هنديهم طريق حامد او هنديهم بنشرقي وطريق حامد مع بعض ونلحق نجددهم بحيث ان احنا نعرف نعمل معهم صفقة دي قال لك لا احنا هناخد منك رمضان صبحي اللي هم بيرمد صرفين عليه حوالي فوق المتين مليون جنيه او تلتميت مليون جنيه وهياخدهم ويدوهم اوباما وفتوح تخيل على فكرة بيرامدز عايز يخلص من رمضان صبحي بيرامدز نفسه عايز يخلص من رمضان صبحي ومش فارق معاه لان رمضان صبحي بقى بالنسباله عبء عبء كبير عبء مرتب بدون اي نتيجة عبء مرتب بدون اي بطولات وبعيدا عن بيرامدز والصرم اللي عندهم او بزيبها بنقول سياسة الصرم الاهلي بيجري او عايز يجيب مين فانا هخش في اي صفقة الاهلي عايزها وعلي السعر وممكن كمان اكسبها بسبب تعالية السعر والمحصلة صفر صرم مش اكتر ولكن موضوع الزمالك واللعيبة دي ده موضوع يا جماعة زي ما بقولك الدحك فيه على الدقوم دي الصفقة اللي بيحاول يديرها جباء نادي الزمالك وبيحاول يجيب رمضان صبحي بالطريقة دي ولا انا شايف ان هي بالشكل ده بالنسبة كبيرة هتفشل لان بيرامدز برضو على قد ما هو عايز زي ما بيقوله يخلص من رمضان لكن على الاقل يجيب جزء من فلوسه وما يبقاش خسر كل الخسارة الكبيرة دي الشيء المضحك ان جميعنا دي الزمالك اللي زي ما بيقولك بيتهاج برمضانش هنوقف على القرى وشافوا ان دي اهانة وشافوا ان ده شيء بيقلل منهم اللي عملها بدل المرة اتنين عاديين يجيبوا رمضان كنوعين نوع ان شايفين ان هو هيفرق معاهم مع عزيزه وشايفين ان هو نوع من انواع الكيد انا ادرت اجيب رمضان اللي كان محسوب على النادي الاهلي الشيء الغريب ان الجمهور هو بيقنع رمضان عصور شاميديا بن نويجي ان هما دايما بيقولوا ان هما تعالى هتلاقي سنيد اه ضهر او ظهير جماهيري قوي يدافع عنك وهنا السؤال هي الجماهير اللي بتوعد رمضان بان هي يكون ضهر وسند لي وهتدافع عنه ممكن تقول لي عملت ايه لمحمود علاء ابننا اعتقد ان الراجل يا هيمشي من الزمالك اخر الموسم يا هيكون وجوده زي عدمه لان احنا شفنا تزبزب المستوى وضعف المستوى لدرجة ان جماهيري الاهلي نجحة ان تخلي جماهير الزمالك تقدر هي نفسها اللي تهاجم محمود علاء اللي هو بعد كده طلع عملهم حركة اه خارجة اه ومع ذلك بيلعب عادي يعني هو ما عملش الحركة دي مسلا وتعاقب لا اهو عمل الحركة دي ولعب عادي جدا ما فيش حاجة خاصة معالبين متين الف جنيه عادي يعني احنا كده كده قلت لك موضوع القرامة ده وانت بتتكلم على نادي الوطنية والقرامة انتهم يعني اه هو نادي الوطنية والقرامة بس ازي ما احنا منتفقين ده عاليافطة زي ما هم نادي القرن الحقيقي على نفس اليافطة برضو. فاليافطة ممكن تكسبك كل حاجة. فبما انه هم كل حاجة عاليافطة فمحمود علاء زي ما بقول لك هم اللي هيسندوا رمضان اه جماهيريا كان نفع نفسه. كانوا نفعوا محمود علاء او كانوا نفعوا حتى شكبالة. زي ما انت عارف لا قادرين يكونوا زهير اعلاء اه زهير جماهيري في ظهر اللاعب. لكن للأسف هم اعلاميا اقوية. اعلاميا دحكين على الجميع. اعلاميا مسيطرين على كل القنوات. ده شيء واضح وصريح ولا يمكن انكاره. حق ربنا يتقال. انا شايف ان فيه قنوات المفروض نشيل اسمها ونحط جنبيس ده مالك. راديو وتلفزيون. تقدر تقول كل القنوات الرياضية في مصر مع عادة قناة الاهلية. غير كده زمالك زمالك زمالك. ان كان من مزعين. ان كان من ضيوف. ان كان من منقشة للمواضيع في الحلقات. الشيء بقى اللي انا عايز اوصله للجماهير برضو اللي هما الناس اللي هما بيتكلموا فيه هما عميين يتكلموا في ان هما مضوا ومضوا 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 ومضوا. الزمالك عشان ما نلفش وندور كتير الزمالك مضى. الى حد ما اللي معاهم دلوقتي. مدافعين اللاعبين بتعجز المحل عبدو يحيى ومحمود فتح الله. ومضى دونجة. اما فكرة بقى ان هو مضى جون ابوكا ومضى احمد عاطف ومحمود جاد. كل ده كلام في الهوى. كلام من اجل ان هما يوصلوا للجماهير ان هما عملوا انجاز. وده كلام مش حقيقي وما حصلش حتى وقتنا هذا. اما بالنسبة لفكرة بنشرقي. هل بنشرقي جدد للزمالك? بنشرقي حتى الان لم يجدد للزمالك. بنشرقي حتى الان الزمالك بيلهس وراه من اجل التجديد. بيلهس وراه من اجل التجديد. وبالذات بعد ما تم صارت خبر ان بنشرقي قعد مع النادي الاهلي او وكيله او ان هما اقبار نزلت انه مضى وبعد كده الاخبار يتم تصحيحها ان لأ ان الوكيل عرض بنشرقي على النادي الاهلي وان هما سابت تفاصيل لبعد نهاية الاهلي من البطولة الافريقية. الكلام ده كان لهم حتى لو هما ما كانوش عايزين بنشرقي او مش قادرين على بنشرقي بيحاولوا بكل ما قوطي من قوة ان هما يجيبوا او يعددوا عقد بنشرقي. ده الوضع اللي هما فيه حاليا ودي حقيقة الوضع. فكرة انه يقول لك انا مضيت ومضيت 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 مش اكتر من ان هي اخبار بتصار. من اجل تهدئة الرأي العام. وهنا بس انا عايز اسأل سؤال في النهاية. سؤال واحد. بالنسبة لقضية خالد بو طيب. قضية خالد بو طيب اتمنى حد يطلع من مجلس ادارة نهادي الزمالك ويقول لنا. هي القضية دي. اليومين دول. حصل فيها ايه? ده سؤالي. ولو جاوبته على السؤال ده. صح. وحقيقة يبقى لازم نشكر الاستاذ محمد حمدي القبطاء. لان ده خبر حصري من عنده. السؤال ده حصري من عنده. عشان ادي كل واحد حق. فانا اتمنى ان حد من الادارة يطلع يرد علينا ويقول لنا اخبار خالب وطيب ايه? طبعا اه بعد ما قلتلكم وبعد ما اتكلمنا ووضحنا بعض الحاجات اللي زي ما بيقول لك غير منطقية. وشكل مفجع للضحك على الجماهير اللي شايفة في الاخر ان دي الادارة اللي هي احسن حاجة. دي الادارة اللي هتنتشني من الخراب. انا بقدر اقول لك ان دي الادارة اللي زي ما بيقول لك زي ما خرابتك قبل كده وزي ما ضيعتك قبل كده في اللي جاي هي اللي هتضيعك وهي اللي هتحطك في الطين اكتر ولكن هنا سؤالي فين اعلمنا اللي عامل نفس محايد من كل اللي احنا بنقوله ده فين اعلمنا اللي عامل نفس محايد من كل الكلام ده اعتقد ان احنا محتاجين نشتغل شوية بعقلنا نفكر شوية بعقلنا ولكن إذا كان عقلك في أجازة فاستمتع بما يحدث داخل كومبرس الكرة المصرية شكرا لكم وشكرا للمتابعيكم وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم في حلقة جديدة من المشجأة سلام